إذا كنا نتساءل هل سيكون هناك تصعيد من الحارس الثوري الإيراني ضد المصالح الأمريكية وحلفائنا في المنطقة دعونا ننظر إلى ما أدى بنا إلى اتخاذ هذا القرار إنها إيران هي التي قامت في ثلاثة مناسبات مختلفة بإطلاق صواريخ باليستية داخل العراق وهي دولة ذات سيادة وأطلقت وهاجمت ضد المصالح الأمريكية والمصالح العراقية الكردية إنها المليشيات الإيرانية التي أطلقت الصواريخ على القواعد المضادة لداعش في العراق وقد أطلقت أيضا صواريخا ضد قوات التحالف وأيضا القواعد الأمريكية في سوريا أيضا الطائرات المسيرة ذكرتها إيران تستخدم تكنولوجيا طائرات مسيرة معقدة ومتقدمة من أجل مهاجمة قواعد موجودة في العراق يتواجد فيها جنود أمريكيون وهي تنفذ هاجمات مشابهة أيضا في كل المنطقة بالإضافة إلى ذلك فهم يصدرون مثل هذه الأنواع من الأسلحة إلى اليمن من أجل الاستمرار بزعزعات الاستقرار في منطقة الخليج